المشروعات الصحية هل كلها؟ لا هناخد أبرزها احنا بنتكلم على حوالي 1135 مشروع تم ومن ضمنهم جاري التنفيذ طيب التكلفة وصلت إلى 98 مليار و 500 مليون جنيه مصري طيب عدد المستشفيات زادوا اللي ما زادش الرقم بيقول ان احنا كنا 1673 مستشفى في 2014 دلوقتي بقينا 2000 مستشفى يعني زيادة 19.5% تعال نشوف عدد مراكز الغسيل الكولوي في 2014 احنا كنا 342 مركز بقينا 753 مركز طب حجم الزيادة او معدل الزيادة قد ايه اقول لك 122 من 10% طيب عدد الوحدات ومراكز الرعاية الاولية احنا كنا في 2014 4607 وصلنا في 2300 ل5426 نسبة الزيادة 17.18% وجاري الزيادة عدد الحضانات كنا 2850 وصلنا ل3729 يعني زيادة تقريبا 31% طب وحدات تمركز الاسعاف الزيادة معدلها تقريبا 58.6 من 10 لانه عدد الوحدات كان 1081 وصلنا الى 1715 في حد دايما يسأل يقولك طب ايه الهدف من انك انت بتاعرد ده الهدف انك انت تبقى عارف الهدف انك انت تبقى عارف الهدف الرئيسي هو المعارفة طب ممكن مش هتبقى مركز بدقة في كل الارقام اللي انا بقولها في حين انها موجودة ايه انا احنا قصدين نحطها لحضرتك على الشاشة علشان تشوفها الفقرة كده كده هتلاقيها موجودة على يوتيوب تقدر دايما ترجع لها وتعرف وتفهم ده حقك في المعرفة تبقى فاهم البلد حصل فيها ايه من 14 لحد دلوقت لانه دايما في ناس عندهم كده ايه الدعوة لانه هو ايه اللي حصل هو ما حصلش حاجة اصلا مفيش حاجة بتجرى اصلا مفيش اصلا لا نحن اللي بناخد الحقيقة كل مرة من المركز الاعلامي المجلس الوزراء بيقولك هو مفيش قطاع في الدولة ما حصلش فيه نمو ونمو ملحوظ وبالاضعاف